مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من مصار مهنة هذا البرنامج وضعناه على كنار تيفي لمساعدة القادمين الجدد بالتعرف على طرق معادلة الشهادات طرق عمل شهادات ودراسة أشياء جديدة والمهن الموجودة في كندا وفيه لها انتشار في كندا نتكلم فيها عن حسنات هاي المهن داش نحكي سيئاتها بس الميزات تبعتها أو نقاط الضعف فيها عدد الساعات تشتغلها وين ممكن تلاقي شغل كيف تكون ناجح فيها وهذا الهدف من هذا البرنامج ومنستضيف فيه عدة خبراء قاموا باجتياز أو مشوا في هذه الطريق وعشان هيك سميناها مسار مهنة اي حدا بجد في نفسه القدرة انه يتكلم عن المهنة اللي هو ماشي فيها ومشى فيها ومنها بده يساعد الآخرين ويعلمهم كيف يدخلوا هذه المهنة فمرحب بيتواصل معنا على كنار تيفي وان شاء الله نقدر نستضيفه وننسق لحلقة لانه الهدف منها انه نفيد بعض كجالية وانه نساعد بعض نرفع من بعض ونقوي بعض ان شاء الله اليوم سنتكلم عن خبير القروض المالية أو العقارية اللي بسموه بالانجليزي يعني الترجمة قد لا تكون مستشار ايش بدكم تسموه بس هذا اللي بتاخده من عنده قرض مالي عشان تشتروا العقارات هذا الموضوع يعني لا ينسيز ناس كثير بتسأل عنه كيف ممكن يتسوى كيف ممكن انا اسير مرخص للعمل فيه وعشان هيك اليوم معنا صديقنا وحبيبنا الغالي شادي الليثي ضيفنا على حلقة مصار مهنتي اهلا وسهلا فيك يا شادي اهلا يا دكتور ازاي حضرتك حياك الله شادي مستشار عقاري يعمل في المجال منذ فترة دخل المجال هو بحبه المجال لكن دخله ايضا كاي شخص قادم الى كندا احكي لنا شادي كيف بدأت القصة بداية ارحب باستاذ المشاهدين واشكر حضرتك جدا على الانيشيتيف معلش انا هيبقى كلامي شوية مصري على شوية لغة عربية على شوية انجليزي فحيبقى كوكتيري اللعجة المصرية اسه الله ايجا من السيمة يعني كل بفهمها ان شاء الله تكون مفهومة انا معجب جدا بالمبادرة اللي حرارك عاملها دي لانها فعلا هتوفر على ناس كتيرة البحث عن المعلومة هنا في كندا انا لاحظت من ساعة مجيد انا واصريتي سنة 2016 ان المجال مفتوح للجميع ان هو يبدأ اي مهنة بغض النظر عن السن او بغض النظر عن الدين او اللون او الجنس في ايكوال امورتونيتز بتعتمد على زي ما الناس بتقول يعني the sky is your limit where you own your career and you own your future كل واحد يقدر ان هو يبدأ اي شغلانة هو بيحبها لو هو عنده ال how ازاي انه يبدأ والبرنامج اللي حرارتك بتعمله ده بيساعد الناس انها تعرف تبدأ ازاي يعرف هو علشان يشتغل الشغلانة دي هو محتاج يعمل ايه لان الناس اللي جات قبلنا وجهتها صعوبات كبيرة جدا في جميع المجالات سواء في المجال الطبي او في المجال المصرفي او في المجال الهندسي انه يبدأ منين وبيفقد وقت طويل جدا على ما يوصل لخط البداية فحالتك مشكورا بتحاول تحط ايدين الناس على خط البداية فجزاك الله كل خير وان شاء الله نقدر ان احنا نوصل المعلومة للناس نرجع لصلاح حضرتك شكرا ليش هقطعك هنا بس انا بحكي جزا الله كل خير كل ما انطلع تحدث لان الناس بتقولك انا مش هقدر اطلع وانا خايف وانا اللي بطلع وبتحدث وبساعد الاخرين انتوا اللي جزاكم الله خيرا لانه ان شاء الله رح تحسب لكم الى يوم الدين كل واحد استفاد بهذا الفيديو ان شاء الله ستكون لكم صدقة جارية الناس الله سبحانه وتعالى القبول ان شاء الله انا بدأت هرجع مع حضرتك سريعا انا وصلت كندا سنة 2016 كان عندي 10 سنين في مصر في بنك HSBC وبنك HSBC موجود هنا في كندا وفي نورث امريكا للأسف طبعا وجهتني المشكلة اللي بتواجه الجميع الوافدين الجدد اللي هي الكنيديان اكسبرينس او اللوكال ماركت اكسبرينس وعلى قد ما انا كنت متضايق منها في الاول على قد ما انا احترمتها جدا بعد كده يعني يكفي احكي لحضرتك موقف لطيف حصل لي اول ما اشتغلت في اول بنك اشتغلت فيه هنا كان CIBC واشتغلت فيه انا وصلت في جون 2016 عملت شهادة اسمها الكنيديان سيكوريتيز كورس اللي هي مطلوبة علشان اقدر اشتغل فينانشل بلانر او مخطط مالي للاستثمارات والحمد لله وفقت ان انا اشتغلت في خلال ستة شهور في بنك CIBC هنا فينانشل ادفايزر اول ميتي انجليا مع كاستمر بسألهم انتو يعني اين الريلاشنشيب وانا بفتح الاكاونت قالولي we are engaged قلت لهم congratulations الف مبروك ان شاء الله هتتجوزوا امتى فطبعا كان سؤال سخيف جدا لان هما engaged وهيعيشوا ويموتوا engaged مش هيتجوزوا ف it's completely different culture العقلية طبعتنا انجليز يعني خلال ستة شهور والفرح امتى ان شاء الله يا جماعة بس مفيش فرح فالناس طبعا استقبلت السؤال ما فيهموش انا قصدي ايه وانا احركت والميتينج باز وفي الاخر طبعا نتيجة الاحراج كانوا جايين يعملوا حاجة بسيطة جدا ارتبكت معرفتش عاملها فبعد كده فكرت ان لما الناس بتقول Canadian experience او local experience it has a meaning لها معنى انه هو الثقافة بالمجتمع المحيط بينا وبالعملاء اللي احنا هنشتغل معاهم فهو يجوز يكون ان في مبالغة طبعا في انها لازم تبقى مطلوبة او كل واحد بيخاف ان هو يدي الخبرة بس يعني انا حبيت بس اقول انها فعلا هي عائق ولكن هي ليها يعني جدوى او لها هدف من انها تكون موجودة اشتغلت في CIBC والحقيقة الناس they recognize my experience لاحظوا ان انا عندي خبرات من الخارج وخلال ثلاث شهور او ست شهور اترقيت جوه البنك بعد كده اشتغلت business account manager خلال سنة جالي offer من RBC تقريبا بضيع في المرتبة اللي كنت باخده في CIBC على اساس ان انا اشتغل business and commercial banking في القروض اللي هي التجارية سواء للوحدات العقارية للإيجار او للمحلات او للمطاعم يعني كل ما هو business lending وبعدها وجدت فرصة عمل في الحكومة في federal government full time ولكن انا بقى لي اكتر من عشر سنين متعود على خدمة العملاء ان انا اتعامل مع الناس وان انا اساعد للناس في تحقيق اهدافهم المالية سواء على المدى القصير او على المدى الطويل ف احد الناس اللي كنت بشتغل معاهم في CIBC هو فتح شركة mortgage كبيرة جدا و انا كنت بيجيلي ناس كتير معارف من ال community هنا في اوتوا كانوا بيشتغلوا معايا لما كنت في CIBC كانوا بيجولي علشان سعيدهم في حاجات فكنت ببعادهم للراجل ده لان انا بثق فيه جدا فاقترح علي ان انا اعمل اللايسنس تاعة المورجج بروكر و اشتغل معاه وبالفعل اتكلمت مع مديري في ال في ال government قال لي ان مفيش conflict of interest يعني مفيش تضارب في المصالح ووفقه وعملت اللايسنس وبدأت ان انا امارس المهنة اللي انا بحبها جدا جدا لان هي ما هيش فقط وسيلة كسب مال ولكن هي وسيلة لمساعدة الجالية بتاعتنا وغير الجالية بتاعتنا في تحقيق حلم التملك اللي هو يعني في الانتخابات الامريكية كارتر كان البروميس بتاعه اكل امريكا يجب ان امريكا يجب ان امريكا يعني من احدى المتعة اللي في الحياة ان الواحد يمتلك منزله فأنا بشوف ان هي فيها تحقيق مقال اخرى بالاضافة الى طبعا الكسب لان هي فيها في ناس لما ان شاء الله هنبدأ نتكلم في جزئية الارقام والارباح والمكاسب في ناس بتعمل ارقام كبيرة جدا 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 لكن هي فيها برضو personal pleasure انك انت فعلا تشوف واحد وهو بيحقق حلمه وبيروح يستلم المفاتيح بتاعة البيت وبيصن في بيت اللي بيمتلكه في كندا لأيه انه جدا 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 طب شادي خلينا نبدأ في التعريف مين هو هذا الشخص مين هو هذا المورجج بروكر هل في انت عشت وسكنت في واشتغلت في دولنا العربية هل فيه تطابق اسم مطابق ممكن يساعدنا وعرفنا شو بيشتغل هون في كندا كوظيفة يعني هو في كندا البروسس بتاعة التملك فيها اشخاص كتيرة جدا بتشتغل فيها المحامي فيها الريلتور ايجنت اللي هو بيقابله عندنا في البلاد العربية السمسار فيها المورجج ايجنت او المورجج بروكر وهوضح لحضراتكم الفرق بينهم دلوقتي وبرضو تقريفه في اللغة العربية هو السمسار وفيها الانسبكتر اللي بييجي يكشف على البيت عشان يشوف لو فيه اي اخطاء لو فيها الابريزل اللي بييجي يعمل التقييم يشوف المنزل ده يساوي كام وفيها المقرد اللي هو اللندر البنك والمقترد اللي هو البورور اللي جاي يشتري البيت فيه فرق بين المورجج ايجنت والمورجج بروكر انا حاليا مورجج ايجنت لان انا لسه ما بقاليش سنتين بمارس المهنة المورجج بروكر هو الشخص اللي بيعمل مورجج ولكن هو مسؤول على الرقابة على المورجج ايجنت اللي بيعمله مورججز هو كمان الرقابة في معنى ايه في معنى يعني أنا النهاردة ما بقاليش سنتين فلسه في عدم ثقة مش عدم ثقة في عدم ثقة في خبراتي في أن أنا أقدر أكتشف هل المستندات المقدمة للتمويل العقاري دي سليمة ولا مزيفة هل المعلومات اللي أنا حطتها على العميل هي معلومات حقيقية ولا معلومات غير حقيقية ففي راجل بيبقى اسمه المورجج بروكر المورجج بروكر ده كل شركة بروكرج لا يحق أن يكون فيها سوى مورجج بروكر واحد هذا الرجل عنده أكتر من سنتين خبرة كمورجج ايجنت وهذا الرجل هو المسؤول عن مراجعة كل الملفات اللي بتتعامل عن طريق كل المورجج ايجنت داخل هذه الشركة فهذا لأنه فيه يعني هذا هو الفارق بين كلمة مورجج ايجنت and مورجج بروكر اللي اتنين بيعملوا نفس الوظيفة اللي أنا هتطرق لها دلوقتي ولكن داخليا الفرق ما بينهم يعني المورجج ايجنت غير الريل تور ايجنت الريل تور ايجنت هو السمصار اللي كان عندنا احنا في البلادنا العربية حضرتك لما بتنزل عايز تشتري يعني خلينا تكلم على القاهرة أو على مصر أنا عايز اروح اشتري شقة في المعادي بنزل باشوف مكتب في المعادي يقول لهما جماعة أنا عايز اشتري شقة المكتب ده كل من هو عايز يبيع شقة في المعادي في القاهرة بيبلغ المكتب ده بيها وبيدي المكتب نسخة من المفتاح علشان يفرج الناس اللي عايز تشتري هذا في كندا هو الريل تور ايجنت ده وظيفته انه هو يفرجك البيت اللي انت عايزه ولو عجبك البيت ده يعمل لك العقد اللي انت تقدر تشتري بيه البيت وبالمقابل طبعا لو حضرتك عايز تبيع بيتك بتجيب الراجل الريل تور ايجنت ده هو اللي يعرض البيت بتاعك في السوق طيب ادي كده اول حاجة حضرتك قررت انك تشتري بيت نزلت اتفرجت على البيوت مع الريل تور ايجنت عجبك بيت عايز بقى تشتريه الخطوة اللي بعد كده اللي بندخل فيها احنا المورجج بروكر او المورجج ايجنت وهي انك نوفر لك المبلغ اللي هتقدر تشتري بيه البيت سواء بقى البيت ده حضرتك هتشتريه جديد او هو بيت بتشتريه من واحد يعني سواء تشتريه من شركة يعني new construction او بتشتريه من شخص ساكن فيه ممكن يكون البيت ده اصلا حضرتك بتسكن فيه ولكن حيك عايز تعمل شوية تشطيبات او توضيبات في البيت فعايز تاخد مبلغ بضمان البيت برضو بيسموه هنا collateral في دبي وفي الخليج فيه product مماثل اسمه الرهن العقاري وفيه فرق بين الرهن العقاري والتمويل العقاري التمويل العقاري ان انا اروح اشتري البيت الرهن العقاري ان انا عندي البيت بامتلكه واستلف فلوس من البنك بضمان هذا المنزل الاقتراض هنا في نوعين يعني فيه نوع اسمه secured وفيه نوع اسمه unsecured طبعا الunsecured غالي جدا لان ما بيقاش فيه اي ضمانة للبنك فالسعر الفايدة بيبقى مرتفع لان البنك متحمل مخاطرة اعلى الsecured بيبقى فيه ضمانة اللي هي المنزل فدي بتقلل حجم المخاطرة اللي على البنك فبالتالي البنك بيقدر انه هو يخفض سعر الفايدة عشان كده اغلب الناس اللي عندها الامكانية انها تقتارد بضمان لازم يكون هو ده الحل الاول فوظيفة المورجج ايجنت انه يا اما بيساعد واحد بيشتري بيت انه يجيب له تمويل يا اما بيساعد واحد يسكن في بيت ويرغب في الاقتراض بضمان هذا المنزل فده بنسميه refinance يا اما بيساعد واحد عايز يترانسفر المورجج بتاعه من مؤسسة بنك لبنك اخر نتيجة ان البنك الاخر ده عامل سعر فايدة اقل فهو عايز يستفيد من سعر الفايدة ده زي الوضع الراهن اللي احنا فيه دلوقتي لازم برضو يعني بيعمل ده عن طريق المورجج ايجنت فهو بتعريف بسيط جدا هو وسيط مالي ما بين المقترد والمقرد اللي هو البورور اللي عايز يشتري البيت او اللي عايز يعمل ترانزاكشن على البيت واللندر اللي هو عنده الامكانية انه يقرد للراجل ده تبقا للظروفه واضح واضح اذا يعني هو جزء مهم لأي واحد بده يفتح بزنس او يشتري منزل اذا ما كان معاه المبلغ الكافي اللي يغطي تكاليف الاستيجار او البزنس او البيت صحيح؟ انا عمشوف انه هو جزء اساسي يعني يعني يتخطى الاهمية وهقول لحضرتك ليه في بلدنا ما كانش فيه البرودكت بتاع المورجج فاينانس كان انت بتروح تقترد من البنك قرد نقدي كاش بضمان المرتبة كم تحول على البنك وبتاخد انت الفلوس تروح تشتري بيها العقار صحيح وفي مصر انا كنت بشتغل في HSBC وكنت بشتغل يعني زي ماناجر ميدل ايستن نورث افريكا فكنت في البيزنس وفي البرودكت في دبي وفي البحرين وسعودية وقطر وجميع البلاد العربية اللي فيها HSBC حاولنا ان احنا نعمل المورجج لان هو مربح جدا للبنك ولكن للأسف فشل وفشل مش لاسباب مصرفية فشل لاسباب قانونية ان اولا مفيش اي باتا بيز في البلاد العربية بتقول الارض ده او المنزل ده عليه رهنة عقاري لصالح مين يعني انا ممكن اروح احط رهنة عقاري على بيت وكون انا رقم عشرة وفي تسعة قبل مني حطي رهنة عقاري انا ما عرفهمش وللأسف المشكلة الاكبر ان الانفورسيف لا انا ما اقدرش ان انا لو راجل تعثر ااخد منه البيت فالبرودكت فشل لان الجو العام مش ما مساعدش فيه هنا في كندا ليه المورجج بروكر مهم لان فيه اكتر من 47 لندر كل لندر منهم عنده البوليسي بتاعته وكل شخص مننا ممكن انه هو يخش بنك يديره ديكلين ويخش بنك تاني يديره ابروفل بنفس الورق وبنفس الكريدل سكور وبنفس الداون بايمنت وعلى نفس البيت طب ليه البنك ده رفض وليه البنك ده قبل بيدخل فيها معطيات كتيرة جدا بيدخل فيها هل البنك عنده سيولة للإقراض فائضة عن الإداعات يعني عنده إداعات زيادة عايز انه هو يقرضها فبتدي سهل الإقراءات هو انا مش عايز ادخل في تفاصيل معقدة بس هي يعني واضحة واضحة يا شدي طيب خلينا ندخل في المهنة الآن أنا راقل قيت ع كندا جديد وعندي background في الفايننس يعني خفيفة وحابب أدخل في المهنة جديدة كيف أول شي شو إيجابيات وبناش نحكي سلبيات شو مصاعب هذه المهنة عشان اللي بدي يفكر يبدأ يدرس أو يأخذ اللايسنس نحكي له شو يسوي الإيجابيات والسلبيات خلينا نحكي مبدئيا علشان تاخد اللايسنس أنت محتاج أنك أنت تاخد كورس عن طريق إحدى المعاهد المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة على التمويل العقاري في البروفنس اللي أنت عايش فيها سواء كانت البروفنس دي أونتاريو أو كيباك أو whatever اللايسنس هنا بير بروفنس وده مختلف عن البنوك يعني أنا لما كنت مشتغل في البنك كنت أقدر أعمل مورجج في أي حتة في كندا بس لما مشتغل مورجج إيجنت أنت يجب أن يحصل على الإيجابيات في البروفنس يعني أنا لو جالي حد دلوقتي عايزي اشتري بيت في جاعة إنه أنا مقدرش أعمله لازم أبعثها للكيباك سايد اللي عندنا في البروكريج فرم هما اللي يعملوها فيه list of معاهد أو institutions اللي بتدي الكورس اللي بمو جابه تقدر أنك أنت تحصل على الإيجابيات الكورس ده أنا مش عايز أكون يعني optimistic قوي يعني بس أنا عايز أقول إنه هو لو حد حط dedication أنا خلصته في ثلاثة أيام يعني أنا عملت registration في الكورس دخلت حاجات الامتحان في نفس اليوم اللي عملت في registration ودخلت نجحت بس أنا عندي background شوية في الموضوع بس لو حد ما عندوش background خالص هو عبارة عن 500 صفحة أنا أنا جبت لكم الكتاب معايا هو هو ده الكتاب عبارة عن 500 pages اللي بيتكلم فيهم عن mortgage لا يتخطى المتين صفحة والباقي كله إنك إزاي تكون ناجح فالموضوع بسيط جدا 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 وأنا أشجع الناس كلها اللي هي بتحب التعامل مع الجمهور واللي بتحب عندها خبرة عن التسويق العقاري أو كانوا بيشتغلوا في المجال ده إنهم يعملوا الشغلينة دي الكورس الانستيتيوشن اللي أنا رشحها لكم اللي هي اسمها RAMIC R-A-M-I-C وممكن حكا دكتور هبقى أبعد لحركة اللينك بتاعها هي بتأخذ فيه 400 دولار وبتدي لك 2 تريال إنك إنت تدخل الامتحان الامتحان بيبقى computer-based لازم تروح تاخده في قاعة يا إما في Algonquin College يا إما في أتكلم على قطوة يا إما Algonquin College يا إما مكارلتون University يا إما بس ما ينفعش إنك إنت تعمله من البيت وبيبقى الامتحان عبارة عن 100 سؤال multiple choice النجاح من 80% عفوا من 70% والزمن بتاع الامتحان 3 ساعة مجرد ما أنت خدت الكتاب الموضوع مش محتاج كورسز مش محتاج لكتشورز مجرد كتاب self-study تقرأه في البيت على مهلك once you're ready ترجسر في الامتحان ربنا وفق وانجحت في الامتحان بتبدأ تبحث عن brokerage تعينك لأنك إننا في البداية عشان لسه واخد الرخصة لازم تشتغل في مكان ما عطوة فيها brokerage firms كتيرة جدا بتاعين طبعا علشان في البداية هم بيساعدوك بيدو لك الplatform اللي انت بتشتغل عليه وبيدو لك يعني بيساعدوك في الapplications في البداية لأنك إنت معندكش خبرة قوي لأنك إزاي تحط الورق مع بعضه بيبقى فيه fees فالفيز دي بتبقى it depends على العقد اللي انت بتعمله معهم ولكن هي بتتراوح من 5% ل30% من شغلك بالزبط كل application بتعملها بتاخد عليها commission الcommission ده هم بياخدوا منه 30% وانت وشترتك بقى مع الفيرم دي ممكن تخليها 20 ممكن تخليها 10 بس هي قابلة للتفاوض ولكن هي in the base من 10 ل30% دي إزاي إنك إنت تشتغل المهنة يعني موضوع أنا شايف إنه سهل جدا 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 وما فيهوش أي مشقة للحصول على الرخصة المشقة في النجاح ليه؟ لأن النهاردة الموضوع سهل إن أي حد يعمله طيب أنا علشان أدخل أعمل المهنة دي لازم إن أنا أشوف what is my competitive advantage among my peers فيهوش أي مشقة فيهوش أي شعال إن أي ح внеш لذي يعمله في المهنة دي بقالها 20 سنة و 30 سنة ده مدير الفرع عربي ومساعد مدير الفرع عربي والناس اللي وقفوا على الكونترز عرب تدخل في روكلاند أو في أورلينز هتلاقي فرنسويين فالبنوك أفكية جدا في الموضوع ده لأنهم عارفين يعينوا مين فين حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة وحسب الديموغرافيكس بتاعت كل آرية أنا النهاردة إندباندنت ما عنديش بنك ورايا فلازم أكون أنا سمارت إن أنا أعرف مين التارجت ماركت بتاعي طبعا التارجت ماركت بتاعي هيكون الكميونيتي العربي لأنهم في وحدة في اللغة وفي وحدة في الأفكار وفي سهولة في التعامل طيب في خمسة ستة قردي مسيطرين على السوق أنا إزاي هيدخل النفس الخمسة ستة دول اللي لازم أفكر فيه قبل ما اشتغل الحصول على الرخصة سهل لكن النجاح أنا مش هقول صعب هو ممكن ولكن يتطلب إنك إنت تعمل لنفسك ميزة إضافية تخلي الكاستمر يقول أنا هروح لده مش هروح للراجل اللي بقاله عشرين سنة لأن في النهاية إحنا كلنا عندنا exposure لنفس اللندرز وكلنا بنجيب نفس الريتز يعني أنت لو واحد جال يقول أنا عايز مورجج من بنك هقوله والله إنها هقطح السكرين قدامي هقوله والله تيدي عمل 2.29 5 years fixed لو سابني وراح عند بروكر بقاله 30 سنة هيقوله تيدي عمل 2.29 5 years fixed لو سابني وراح بنك تيدي هيقوله عندنا 2.29 5 years fixed طب أنا مستي إيه يبقى كل واحد لازم يحدل لنفسه ميزة لازم يشوف هو متفوق في إيه أنا يعني خلينا أكشف لك أنا مثلا أنا يعني بعمل إيه أنا عندي خبرة مالية كبيرة جدا بعيدا عن المورجج بستغل خبرتي في الحوار مع الناس اللي بتجيلي علشان تعمل المورجج علشان أحسسوا إن أنا it's not a transaction I'm doing you a service it's a journey إحنا هنشتغل مع بعض هبتدي أعملك تعالي نقعد مع بعض الأول قبل ما نقول إن إحنا عايزين نشتري بيت تعالي أقول لي أنت بتكسب كان في الشهر وبتصرف كان في الشهر بتحوش قد إيه عندك قدرة إنك إنت تدفع مورجج كان في الشهر عندك أولاد قد إيه وعايز بيت شكله عامل إزاي كنت عايش في البرد اللي أنت كنت فيها كان بيتك شكله إيه ببتدي أعيش مع الحلم يعني يعني ما هيش if you deal with it as it إنها transaction هتفشل في الشغلانة دي لا يمشي مع دادة دادة زي ما بهم آه لأن الترانزاكشن أي حد هيقدر يعمل الترانزاكشن إنما أنت لازم تعيش القصة بتاعت الراجل اللي قدامك بقلبك إنه أنت فعلا تفكر إنك أنت مكانه وتتقمص شخصيته وتقعد بالليل كده وإنت قدامك الورق بتاع الانكم بتاعه وتقول ده ورقي وده بيتي إزاي يعملهله بأحسن صورة ممكنة وإزاي في أسرع وقت ممكن وإزاي أوديه لليندر اللي هيوافق عليه ما عودش ألف على خمسة ستة ليندر إزاي أجيب ديكلاين وبعد كده لحد لما كتشف مين اللي هيقدر يوافق على الورق دي لازم أكون أنا alerted فاهم أتخلق للpolicy بتاعت المكان الناس بتنبهر لأنه يقولك إنه ليك إنك أنت كيبت له الأبروفل بسرعة ويلاقيك إنك أنت dedicated وبتفكر معاه وبتساعده فيما هو بعد المنزل إنت هتشتري العفش منين وتشارك معاه خبراتك في إنك إزاي فراشت بيتك مين المحامي اللي هيعمل لك الكلوزنج مين الريلتور إيجنت اللي إنت شغال معاه تنبهه الحاجات يخش يبص عليها في البيت وهو بيتفرج فالراجل يحس إنه فيه اهتمام طالما إنه حس إنه فيه اهتمام وفيه ارتياح هيجيلك لأن النهاردة ناس كتيرة جداً تيجي تقول لي أبي بوليسة جايين وفيدين يقول لي إيه أحسن بنك في كندا أفتح فيه حساب إنت اشتغلت في HSBC وRBC وCIBC نروح فين الإجابة بتاعتي هي كل البنوك زي بعض روح للراجل اللي إنت تعرفه الراجل اللي تعرفه لو في TD روح يفتح في TD لأنه هو قادر إنه يخليه لك أحسن بنك في العالم ولو روحت الواحد ما تعرفوش هيخليه لك أسوأ بنك في العالم ولو الراجل اللي إنت تعرفه ساب TD وراح يشتغل في CIBC اقف الحسابك في TD وروح يشتغل معاه في CIBC لأن هي it's all based on relationship ما هيش just transaction وتستيف ورق تستيف الورق إذن it's more relation يعني انت بتحكي علميه مش بس إنه والله أنا حاجب لك مورجيج وهاجب لك فلوس it's more relation طبعاً لأن ده اللي بيخلي الناس تحس بارتياح في التعامل وتحس بصدق وبعدين صدقني أنا من خبرتي في الموضوع ده أقدر أقولك إن الناس بتبقى very sensitive العميل very sensitive وبيحس فعلاً إذا كان اللي قاعد قدامه ده واخد الموضوع بصدق وبعناية ولا بيبص في الساعة علشان هو عنده ميتنج كمان ساعة مع واحد تاني وعايز يخلص عشان يجري يلحق الميتنج في مورجيج بروكرز بيجيب approval وتروح تقول له على فكرة ده أنا سمعت إن في ريت أقل في حتة تانية أقولك والله ده اللي عندي وفي مورجيج بروكرز أنا شفتهم هو بيتصل بيك يقولك على فكرة أنا لقيت في المكان الفلاني أقل من اللي إحنا جبناه وهجرب يعني فيه إحنا عندنا في العربي بيقول إيه أهم من العطاء بذل العناية في العطاء يعني أهم من العطاء بذل العناية في العطاء يعني لأن هي دي اللي بيبقى لها المردود الإيجابي وهي دي اللي بتخلي الواحد إنه هو ينجح وإسمه ينتشر إحنا في بلد صغيرة جداً لو عملت يعني لو دخلت مع عميل واثنين وثلاثة وطلعت عليك سوما أنك أنت مش responsive الناس بتكلمك ما بتردش عليها You're not honest بتقول لهم أنا جبت لكم the best deal وهم بيعرفوا في حياتة تانية أحسن خذها السمعتك اتدمرت في السوق وعلشان تمارس المهنة دي تفضل بقى سيب قطوة وروح اشتغل في البلد تانية إنه محدش يعرف كثيراً فخليكوا معنا دعية حنرجع بعد الفاصل الإعلاني ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم مع مستشار القروض العقارية الأخ شادي ليثي أهلا وسهلا فيك حكنا في البداية كيف بدأ حكنا من هو المستشار العقاري في كندا شو وظيفته وشو مهنته حكنا عن طريقة دراسة أو دخول هذا الفيل اللي هي دراسة الكورس وبعدين تقدم امتحان بعدين تلاقي موركيج بروكر أو بروكري أنه يأخذوك معهم يعني عن النسبة كيف تعمل ولكن بدأ في موضوع مهم جداً هي كيف أن تصبح مستشار عقاري ناجح وهذه يمكن المفتاح في كل الموضوع إنه إذا بتخسطر هذه المهنة لازم تكون ناجح شادي إحنا معك كلنا أذان صاغي أنا صراحة كثير عم بتعلم من الكلام اللي بتحكي It's very important لأي واحد دكتور إحنا بنتعلم من حضرتك يعني العكس حتى بكل المهن اللي أنت بتحكيه يعني إشي لازم يطبق على جميع المهن أنا يعني معجب كتير في الايديا تبعتك الحقيقة أنا الكلام ده ما هوش نابع منه مش أفكاري الحقيقة دي أنا HSBC لما اشتغلت فيه هما عندهم الكونسيب بتاع It's the world's leading financial institution by putting the customer at the heart of the process إن إحنا فعلاً رقم واحد أولاً وأخيراً هو العميل لو إحنا فكرنا في مصلحة العميل العميل هيدينا كل البزنس بتاعه صحيح لو إحنا فكرنا في التارجت وفكرنا في الكوميشن وفكرنا في إزاي نطلع بأكبر مكسب ممكن تخبط معك مرة إنما هو مش هيجي لك تاني ومش هيبعت لك حد وهتخسر سمعتك صحيح فلو فكرنا في العميل هنكسب كل حاجة لو فكرنا في نفسنا هنخسر كل حاجة ففكر في الـ customer بتاعك فكر في أسرته فكر في ظروفه فكر في شغله فكر في إنه هو هيحط تحويشة عمره down payment في الترانزاكشن اللي هو بيعملها دي وعيشها كأنها ليك الناس هتشعر بصدقك في التعامل والناس هتجي لك أنا نطيت خطوة وقلت إحنا كيف نتعامل مع الناس طب أصلاً الناس دي هتعرف منين إن أنا مورجج بروكر والناس دي تبدأ تجي لي وتكلمني منين في مصطلح هنا منتشر اسمه center of influence اللي هو الـ COI الترانزاكشن العقارية فيها أشخاص شغالين جواها فيها المورجج ايجنت وفيها المحامي وفيها أكاونتنت وفيها الرجل بتاع appraisal وفيها الرجل بتاع inspection صحيح لازم يكون الخمسة دول your partners لازم تعمل علاقة معهم كلهم حلو as a mortgage broker طبعاً لأن الـ customer ممكن يدخل جواة الترانزاكشن عن طريق أي واحد من الخمسة دول طيب لو الخمسة دول لو أنا شغال لوحدي والراجل جالي قال لي أنا عايز أعمل مورجج وخلصت وقلت له يلا مبروك عادي جداً 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 أن المحامي بتاعه يقول له إيه ده الريت اللي أنت جايبه ده ده أنا لسه عامل بيت من يومين لواحد تاني بريت أقل أنت مين المورجج بتاعك فلان يقول له طب خد رقم ده تصل بي I lose the deal right away البنوك هنا بتشتغل بنفس الـ concept ده بيعملوا حاجة اسمها specialization يعني الناس اللي شغالة واجهة في الفرع هو شغال customer service customer service ده بالبلد يعني بتاع كله اللي عايز يعمل مورجج اللي عايز يعمل investment اللي عايز مش عارف ايه هو ما بعملش حاجة بيده خالص هو بيقابلك يعرف انت عايز ايه ويجبلك الشخص اللي بيعملها وانت قاعد مع الراجل بتاع المورجج وهو بيملى معاك الـ application بيشوف assets and liabilities فييجي على الـ assets يقول لك الـ investments بتاعتك فين تقوله والله عندي 100,000 RRS PFTD يقول لك اوكي ده انا في واحد عندي هنا investment specialist معنا في RBC he's very knowledgeable he will give you a second opinion يقول لك انت الـ investment في ساعتك دي عامل ايه ويجيب الراجل تاع الـ investment دخلنا على liabilities ايه ده عندك بيت تاني ما أجره الله طب ما تعالى نشوف الـ penalty كام ونعمل لك نجيب لك المورجج هنا ايه ده انت بتشتغل عندك business طب واخد البزنس لهم من اين طب مش عايز equipment طب مش عايز تعمل renovation تبص تلاقي الراجل داخل يعمل مورجج انتهى بيه الموضوع انه هو نقل كل الـ assets بتاعته والـ liabilities بتاعته من البنك اللي هو فيه للبنك الجديد طب دي غلطة مين غلطة الاستاذ اللي ماسك الـ investments في البنك بتاعه انه ما كلفش نفسه انه هو يساعده في المورجج صحيح فاحنا نستفيد من ده ايه نستفيد انك انت لازم الـ network بتاعتك تبقى closed it's a closed circle الترانزاكشن كلها من خلالك اللوير بتاعك والانسبكتور بتاعك والريلتور ايجنت بتاعك والأكاونتنت بتاعك ولو هو تعمل team معني تعمل team بالضبط فنتيجة التيم ده انت هتبعد شغل للبارتنرز بتوعك اللي في التيم وهيجيلك منهم شغل كتير لانهم خلاص it's a good relationship your COIs are your strongest asset دي وسيلة الوسيلة التانية طبعاً اللي هي social media social media انك انت تفضل تطارد الناس على الفيسبوك كل ماهو يفتح الفيسبوك بتاعك انطلع في وش يقول لك فلان الفلاني realtor agent او فلان mortgage broker successful اه انا انا يعني وجهة نظري الشخصية انا عجبني او ان حك بتقوله رأي يضيف يمثل وجهة نظر الشخصية وجهة نظر الشخصية it's not successful مع العرب community بس it has proven successful مع ناس كتير تانية بس كل واحد عنده area of comfort zone اللي هو بيحب العرب اكتر word of mouth من واحد صح culture غير communities العربية more of اي ده الله ده عنده website اي ده الله ده الoffice بتاعه شكله شيك اي ده he he's well dressed he's يعني he knows what he's talking about he has الكulture العربية لا ما فيش كلام ده هو صاحبه اللي اشترى البيت قال له روح لفلان خلاص هو يروح لفلان لانه شاف ان صاحبه ساكن وقعت في بيت بتاعه it has proven successful transaction مع هذا الشخص هو يروح لهذا الشخص it depends انت عايز how you wanna position yourself in the market عايز ازاي تعرض نفسك للناس social media is very easy انت بتعمل agreement مع شركة بتدفع لها خوالي خمسين او ستين دولار most probably يعني غالبا المورجج بروكر اللي انت بتشتغل معاه بيكون عامل الاجريمنت دي بتعمل لك ويبسايت وهما نيابتا عنك اللي بيطلعوا البوستس على الفيسبوك وهما بيبعتوا ايميل للناس ولو عايز يبعتوا فلييرز على البيوت هيعملوا كده لو عايز يحطوا في الميل بوكس بتاعت الناس it is not expensive واثباتت انها بتنجح فاحنا كده عندنا قولنا اول حاجة الكونيكشن مع النيتور تاني حاجة البروموشن through the social media تالت حاجة الـ events مهم جدا انك انت تتواجد في كل التجمعات الخاصة بالكوميونيتي اللي انت عايز تشتغل معاه يعني لازم تروح event العيد الصغير event العيد الكبير القدس العيد عيد الميلاد تتواجد بكثرة في التجمعات بتاعت الكميونيتي عشان اسمك يتردد بين الناس دي برضو وسيلة مهمة جدا من النيتوركين عرف الناس بنفسك ابتدي قول تكلم عن نجاحاتك قول انت ازاي بتساعد الناس انها تعمل الترانزاكشن دي قول انا ساعدت واحد كان لسه جاي جديد والكريدت سكور بتاعه مش قوي ومعندوش شغل ومعه محدود وساعدت انه يعمل مورجج طبعا طبعا هناك تقول اسماء تقول فيني البيت نا يعني just in general talk to the people about your success or your successful stories احكي والناس هتحكي عنك فكده تبقى وصلت يبقى تاني هرجع انا الموضوع ده طولت فيه شوية بس انا شايف انه it's very important الnetworking events بتاعة الكميونيتي اللي هتشتغل عليه الpartners او الcenters of influence اللي جوه الكميونيتي اللي انت هتشتغل عليه السوشيال ميديا في افكار تانية انك انت تبدأ تروح ل الناس انت ما تعرفهمش تتعرف عليهم يعني وهنا الموضوع ده صريف جدا ادخل شوف محامي مشهور عقاري ابعت له ايميل قول له انا فلاني الفلاني انا بشتغل mortgage agent وانا حابب ان انا قابلك اشرب معك قهوة وروح وقعد معاه انا من اكتر الحاجات اللي كانت بتواجهني كصعوبات في البداية اول ما جيت ان انا اقول يا ربي الراجل المحامي ده بقى له 30 سنة واكيد يعرف بدل mortgage broker 30 mortgage broker ايه اللي يخليه يسيب كل الناس دي ويبعت الناس لي انا وتعلمت من واحد زميل لي ان انا اسأل السؤال ده direct ايه اللي مخليك يعني ما يقول له انا عايز اشتغل معك ويقول لي انا بشتغل مع فلان وفلان اقول له ايه اللي عاجبك في فلان وفلان ايه اللي مخلياهم هم number one بالنسبالك هيقول لك بيهتموا بالعمل بتوعي priority good service good rates يعني هيديلك كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها انك ازاي تكون ناجح اقول له طب ايه رأيك اديني فرصة ان انا اجربني اديني فرصة ان انا اشتغل معاك اعطيني اعطيني وان كلين وشوف انا هعمل معاك ولو انت جالك فرصة ان يجيول عندك مثلا محتاج الرجل المحامي ده ابعته له لانه هو دايما هيبقى on the top of his mind مين اخر واحد بعت له customer on the top of his mind مين اخر واحد كلمه مين اخر واحد قبله ما تيقسش كلمه كمان اسبوعين ما بعتلكش كمان شهر اتصل بي او كلام سخيف وانه كلام كتب ولكن على ارض الواقع انا طبقته واكد لكم انه نجح يعني فعليا اللي بتحكي اي دروس في الماركتين which is very important لانه اي عمل خاصة في البيان بي داك you market yourself how you sell yourself لال customer خاصة زي ما حكيت الماركت في كتير بي اللي حابب بيستفيد من خدمات شادي احنا حاطين كل الكونتاكت على على الاسكرين تلفونه والايميل فاذا حابين تتواصلوا معا تسألوا اي سؤال انا متأكد ان شادي مش هيقصر معكم في خدمة ابناء الجالية نرجع شادي نحكي عن المهنة هاي بشكل عام كيف مدخولها وعلى ايش بيعتمد كدخل المهنة دي لها مصاريف ثابتة ولها دخل متغير المصاريف الثابتة بتتمثل في حاجة اسمها الممبرشيب فيز والاكسس تو تسيستم انت لما بتروح تشتغل موظف بانك البانك بيدي لك مرتب وانت بتقعد على على السكرين اللي هي بتاعت البانك عندك المكتب بتاع البانك عندك الفرع بتاع البانك بلاس طبعا انك انت عندك البراند اللي هو 50% of the journey مع العميل موجودة من البراند اللي وراك سواء كان CIBC أو RBC أو TD أو whatever يعني الناس بتيجي للبانك مش بتيجي للشخص يعني احنا كان نعمل في البانك بلاي ناس دخل من الصباح الخير عايز عمل المورجج وهم يعني مجرد انه عنده حساباته في البانك صحيح لما تيجي انت محتاج كل الوجيستيك توفرها لنفسك محتاج تعمل نفسك مكتب حتى لو هو working from home عشان تقابل العمل محتاج انك تعمل نفسك الويب سايت محتاج انك تعمل اليميل محتاج تطبع business cards محتاج السيستم اللي انت البروكرج فرم دي اللي انت بتدخل عليه البيانات في اول transaction تعمل يعني لو عملت one mortgage per year انت عمل break even فمش عايز لما اقول ان في مصاريف ان الناس تتخض يعني it's nothing يعني زي ما بقوله حضراتكم كده one mortgage you're done عملت break even للسنة كلها second mortgage number two انت بتكسب طيب بتكسب ازاي البنوك في كندا متقسمين three categories lender a lender b lender c is in ranking of risk tolerance and risk capacity ال a lender هو البنك اللي هم الخمس بنوك الكبار rbc td cibc scotia bank bank of montreal وبعض البنوك الاخرى الغير معلومة لدينا لان ليس لديها فروع ولكن هي virtual يعني بنك كده على الكمبيوتر بنبعث له application بيدينا 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 simplify simplify والله يفتح عليك دكتور بالزبط كده ودول كثور يعني ال a lender هو very cheap but very strict عايز ال income يكون proven يعني full documents عايز t4 عايز recent pay stub عايز تكون full time job عايز تكون ratios بتاعتك أو يعني لو انت النهاردة عايز عندك داخل 10,000 دولار في الشهر محتاج انك انت ما تعديش اكتر من 4000 في ال 4000 دي تكون كل المستقطاعات اللي انت بتدفع منها سواء عربية أو بيت أو property taxes أو utility اللي هي الهيتنج فدول very strict في مقابل كده هم بيدوا low interest rate وتقدر بتعمل down payment 5% البنوك دي بتشتغل مع الbrokers وبيدفعوا للbroker commission على المورجج يعني لو حد جالي قال لي انا عايز اعمل المورجج وانا بصيت على الورق بتاعه وشفت ان الورق بتاعه ده تناسب مع سكوشيا بانك هبعت الapplication لسكوشيا بانك سكوشيا بانك هتتدي له مجرد ما هو الترانزاكشن كملت وحصل فاندنج يعني الفلوس غرجت من سكوشيا بانك راحت للراجل صاحب البيت اللي احنا بنشتري البيت منه سكوشيا بانك بيقوم ده فعلي انا commission على المورجج بس انا ما عليش خليني هستوقع اذا انا جيت بدي اعمل مورجج انا ما بدفع لك اي فلوس على الاستشارة او على انك جبتلي مورجج انت بتاخد نسبتك من المدين من البنك برضو ده انا بعض المورجج بروكرز بالاضافة اللي هو بياخده من البنك بيدفع العميل فدي على كل واحد هو بيشتغل ازاي الشاهد او الثابت ان البنك بيدفع عمولة للمورجج بروكر من المورجج اذا في بعض المورجج بروكر باخده من الزبون مبلغ اه طبعا وهو في النهاية انا انا مقدرش اقول ان هو اللي بيعمله صح او اللي انا بعمله صح هو في النهاية عقد وتراضي بين العميل وبين المورجج بروكر المورجج بروكر بيقول للعميل انا هدفعك واحد في المية موافق موافق مش موافق خلاص هو بياخد بقى من البنك يعني مضحقه انه ياخد من الطرفين هو عايز يتنازل عن نسبته من الكاستمر ويكتفي بالنسبة بتاعت البنك بس كل نسبة من البنك تعتمد على نسبة القرض يعني تاخد الناس او لام سام لا هي percentage of the mortgage amount basis point اذا جبت للي 100 الف تاخد percentage من 100 الف بالزبط كده من النندر بدفعه للمortgage broker نعم هتخلينا دكتور نحرق الاسرار كلها كده بص انت بتبدأ معاك من 0.4 لحد 1.5 واحيانا بتوصل 1.8 هذا بيعتمد على مين انت ولا ال contract اللي بينك وبين لا لا هو بيعتمد على النندر حسب النندر حسب النندر حسب النندر في النندر بيبقى يعني انا مش عايز اقول كلام يعني انا فاهم عليك شو تكتك يعني في لندر ساعات بيغريك بال هاير عشان بالزبط يقول لك انا حديك 1.5 وعندي لندر تاني بيدي 1 او بيدي 0.5 فهزوء العميل على الرجل بتاع 1.5 عشان نقبل اكتر و بعض الوقت ليس اه بيست انترست of the client يعني احيانا الرجل اللي هيدي 1.5 ده مش هو احسن ريت للكستمر في واحد تاني احسن بس هيدي 0.8 فده بتعتمد بقى على الشخص نفسه المورجج بروكر وضميره هل هو هيحط الكستمر عشان الريت ولا هيحط عشان يعني احسن ديل بالنسبة له ايه ولا هيحط الكستمر على اعلى حاجة هتديله commission وفي option كمان ازيدك من الشعر بيت زي ما بيقول وفي option للمورجج بروكر مع بعض اللندرز انه هو هلو اوكي يعني ييجي مثلا لندر يقول لك انا الريت بتاعي النهاردة على ال5 years لو الكستمر هيحط 20% down payment 2.3 وهدفع للكستمر وهديك انت يا مورجج agent 1% ولك الحق انك تشتري 0.1 down للكستمر مقابل 0.3 من commission بتاعك يعني هو خلينا اديها لك بصورة اسر الديل الاساسي الكستمر هياخد interest rate 2.3 وانا ااخد 1% commission انا اقدر اخلي 2.3 دي 2.2 وبدل ما ااخد 1% ااخد 0.7 اوكي فاهم قصدي فاهمت عليك فاهمت عليك يعني انت ك مورجج بروكر الافضل لا طبعا بس اذا انت بتفكر بالزبون بتقول لا انا بنزل الموض بص انا يعني انا من مدرسة انك انت to be the best not the cheapest يعني حلو يعني الناس تجيلك علشان انت اسرع واحسن واصدق مش عشان انت ارخص واحد لان يعني if you branded yourself as the cheapest هتفضل طول عمرك the cheapest ومش هتقدر دايما انك انت تكون the cheapest لانه في حتام صح فهتفقد هتلاقي الناس بتمشي منك لان انهم متعودين انهم يروح لفلان ده اصل ارخص واحد طب ما اطلعش ارخص واحد خلاص يعم يسيبك منه انما لو الناس عارف انك انت اصدق واحد واكتر واحد عندك وعندك 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 مصلحتهم رقم واحد وبتساعدهم في كل حاجة وبتاخدهم من اول الجرني الاخرها وبتجيب لهم the best according to their options يعني كل واحد حسب ظروفه بتجيب له احسن حاجة انا شايف انهم ده it's fair انت بقى منك عايز يعني شايف ان حد مش هيعرف ياخد البيت علشان الrate 2.3 ده انما لو انت ساعدته انه 2.2 هيقدر ياخد البيت تقدر انك انت تعمل كده بقى دي حاجة يعني ترجع لكل شخص والتانية طب واحد مبتدئ يا شادي واحد مبتدئ نحكي له سنة او سنتين في الماركت كان ممكن يعمل بالسنة نحكي يعني طبعا كل واحد بيعتمد على خلينا خلينا اقول ان اخدها لك من النحية تانية النهاردة لو الزوجة ما بتشتغلش ونفترض ان في child benefit مثلا نقول 1000 دولار في الشهر 12000 في السنة نقول 10,000 في السنة وانا عايز ادفع رنت وعيش عيشة مش high net worth وفي نفس الوقت مش low income اعتقد انا ايول بي تارجت 5000 في الشهر 5000 في الشهر يعني عايز 60,000 في السنة نعم عايز اعمل 60,000 عايز اعمل 6 مليون مورجج لو افترضنا ان في المتوسط هتاخد 1% per transaction 6 مليون مورجج في الاسعار بتاعت Ottawa يعني 6 مليون in volume يعني مورجج في الاسعار بتاعت Ottawa I think it could 10 الله يفتح عليك يعني لو عملت بيت في الشهر you're good واعتقد اعتقد ان واحد بقاله سنتين المفروض ان يكون بيعمل بيت في الشهر ما كانش اكتر وخاصة في الماركت الحالي اصلاح احنا كمان مش بنتكلم يا دكتور في شراء زي ما شرحت حالتك في البداية ده اللي عايز يشتري واللي قريدي ساكن وعايز يعمل refinance واللي already ساكن ومش عايز refinance بس هوا مع بنك بيدي 2.4 والrates نزلت فهيروح مع بنك بيدي 2.1 يعني عندك sources كتيرة جدا مش بس فقط new purchase new purchase refinance transfer في كندا في عادي عند كتير ناس انه بيشتري بعد 5-6 سنين بيبيعوا بيشتري بيت ثاني ف if you keep this relation with your customer ممكن كمان to claim more customers طبعا طبعا ده دي من الاسس انك انت لازم لازم تبقى عارف معادي الـ renewal بتاع mortgage بتاع customer بتاعك وتدخل بنفسك تبذل العناية زي ما قلنا انك تشوف دلوقتي ايه الاحسن مش شرط انه لان دايما البنوك بتدي very good offers at the start انما بيدو bad offers في renewal لانه بيعتمد على انك انت you're lazy you're not gonna shop around مش هتنزل تشوف في ايه وهو هيبعت لك ورقة على الايميل هيقول لك sign هتقوم ماضي وباعت وخلاص ولو كلمت البنك قلت له انا هنقل عشان في ريت اقل هيقول لك مع السلامة they are not going to match لانه هو maximum revenue بانك بيعمله في اول term فطبعا انا انا عارف ان الوقت قرب يخلص بس انا في نقطة يعني اخيرة او مش اخيرة انا اسف انا قصدي انها نقطة مهمة ليه يست فضل ليه العميل مايروحش للبنك يعمل مورجج ويروح للمورجج ايجنت صحيح لاني ناس كتير جدا بيقولك انت لازمتك ايه طبعا انا اروح البنك لا انا احسن من البنك لعدة اسباب السبب الاولاني انا هعمل عليك one credit check انما كل بنك هتروحه هيعمل عليك credit check انا هعمل عليك one credit check وهقدم لك كل credit check بيقلل في score وكل ما score بيقل الفرص في الموافقة بتقل فدي اول ميزة الميزة التانية انا عندي access لكل البنوك وبشوف كل البنوك عاملة كام واقدر ان انا افتح ال screen كده زي البورصة اشوف كله النهاردة as of today كلهم عاملين ايه واخش على اقل واحد واقول هو ده time وايه البنك اللي ما بيحسبوش البنك اللي بيحسب property tax 1% والبنك اللي بيحسب 0.5% من 8 البيت البنك اللي بيدي new construction والبنك اللي ما بيديش فهوفر عليك كل ده وفي النهاية انا كمان هجيب لك rate احسن من البنك هقول لك ليه البنك بيصعر للفرع غير لما بيصعر للمورجج agent لان هو بيحسب بالcost انا النهاردة الcost بتاعتي على البنك كام هي 1% commission اللي هو هيد دهاني صح انما الموظف الcost بتاعته على البنك ايه فرع وكهربة ومية وإيجار من الحواليه ومرتب ثابت ومكتب محجوز و performance يعني الموظف تكلفته على البنك عالية جدا فالبنك يديني انا rate يقدر ان هو يcompensate في rate انما مع الفرع ما يقدرش لانه يخسر والبنوك بتتعامل مع كل فرع لازم كل فرع الحال يكون بيحق أرباح وإلى البنك يقفله يبقى الفرع ده ماليوش لازمة صحيح صح مظم ف why you do the shopping around if you have somebody to do the shopping around for you اللي يخليك انت تنزل تلف على كل البنوك وتقعد تحكي قصة بتاعتك من أول وجديد لكل موظف وكل موظف يقع يطلب منك الورق وكل موظف يعمل عليك credit check في حين انك انت ممكن تروح لشخص واحد يعمل لك كل ده مختصر انت زي amazon تدخل 100% تحط بضاعة بطلع لك كل البيع وانت بتجيب له الأفضل احسنت يا دكتور احسنت الوصف يا دكتور هو بالضبط كده زي ما حارتك ذكرت وهذه الشطارة في الشوبينج وفي الماركتينج وفي يعني اتوقع انه هذا الكونسيبت الان بدأ ينفهم كتير طب في فرق بين الموركيج بروكر التجاري والموركيج بروكر السكني ولا هو واحد هو واحد وهي بتختلف بس في الأوراق وفي الابليكيشن انا 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 تقدر تعمل بها موركيج تقدر تعمل بها خط ائتمام بضمان البيت تقدر تعمل بها كوميرشل لو واحد عايز يشتري تجاري تقدر تعمل بها بيزنس في يعني ممكن تاني اتكلم مع حضرتك على الكندا small business finance program اللي هو التمويل بتاع الحكومة للمشاريع الصغيرة المتوسطة احنا برضو نقدر ان احنا نعمله وده منحة بتعمل بكة بـ 75% البنك ده محتاج حلقة الواحد بقى طبع small business small CSBFL canada small business finance loan small business finance loan هادي اكيد في جمهور رح يستفيد منها كتير خلينا ننصق لحلقة اكيد طيب شادي سريعا اعتقد يمكن يكون سؤال الاخير الان انت كشخص في الماركت هل بتتوقع لواحد قادم جديد له شوية background في الفايننس او اشتغل في الفايننس it's a good option انه يبدأ في مسار مهنة البورجج بروكر كوظيفة له ولا لا لو هو هيبقى under the stress of انا لو ما عملتش مورجج مش هلاقي ادفع الايجار الايجابة لا لان الفايننس هايخلي بانيك هايخلي متسرع مع العمل هايخلي يخسر لان الموضوع في البداية زي ما ذكرت لحضرتك المنافسة قوية جدا والموضوع محتاج وقت علشان تبني اسمك انا اللي سعيدني ان انا يعني i put my foot and run right away ان انا كان عندي الكنيكشنز من لما كنت موظف في البنك فانا عندي قاعدة العمل اللي هي ومعايا من cibc لrbc للشركة بتاعتي انما اللي جاي لسه ما اشتغلش لو عنده الملائة المالية انه هو يقعد ست شهور ما بيقبطش انا بقوله ابدأ وهتكسب وهتبقى ناجح لو ما عنده الملائة المالية دي يفضل انه هو يبقى عنده شغلانة سبتة بتتفعل ال utilities بتاعته ويبدأ المورجج بروكرج جنبها لحد لما المورجج بروكرج تكبر وتبقى هي الشغلانة الاساسية اوكي اوكي طبعا انت عشان تصير مورجج بروكرج بدك زي ما حكينا سنتين على الاقل في الماركت صحيح لا انت تقدر تمارس على طول بمجرد ما تحصل على الرخصة مورجج اوكي انا انا اسف انا استعملت لفظ البروكر هو انا انا اتكلم على مورجج ايجنت يقدر انه يبدأ على طول طبعا بمجرد ما يحصل على الرخصة ومجرد اول ما يعمل ديل هيقبض يعني مش موضوع السنتين ده فقط علشان انا بعد كده يعني انا بعد سنتين كل اللي هستفيد وان انا هفتح لوحدي هبقى انا البرنت ويجي ناس يشتغل تحت مني اخد انا منهم 30% اللي انا اتفح للراجل اللي معايا دلوقتي اذا اذا في نقطة لازم نتذكرها في الكلام اللي هي 30% هاي اللي كنا دايما ننساها ابدعت حلقة كانت انا اتوقع رائعة من اكثر الحلقات اللي فيها فائدة خاصة للقادم الجديد اللي بده ببحث عن عمل ببحث عن فكرة انه يدرس ها احنا كنا عارفين انه العمل في كندا مسهل ولكن من الشغلات اللي كتير ناس بيسووها المورجج بروكر فعشان هيك حبينا نستشير شخص له فترة في الماركت وبعرف في الماركت وباي ذا وي زي ما حكيت اللي حابب بتواصل مع شادي يسأله عن اي مورجج في انتاريو ممكن يتواصل معه بالمعلومات اللي موجودة الان على الشاشة شادي في نهاية اللقاء انا معطيك اخر جملة او اخر اشي بتحب توجه لجمهورنا بتحب متشاكل جدا يا دكتور لوقت حضرتك النهاردة وارجو ان انا اكون يعني بخدر المستطاع وضحت الصورة لو حد عايز مساعدة ان هو يعمل الكورس او ان هو يتخطى الامتحان او يعرف ازاي ازاي الامتحان ويعديه بسرعة او ازاي ان هو يبدأ يشتغل مورجج بروكر انا تحت امركم كلموني في اي وقت وانا اشجعكم جدا جدا على العمل الحر في كندا والحاجات اللي هي ليها لان دي شغلية سهلة وممكن انها تحق ارباح سريعة وما بتاخدش وقت ده اسبوع عشر تيام وتجري في الشارع وتعمل مورججز وتكسب والناس تعرفك فجوء هاد يا جماعة واللي محتاج اي مساعدة يكلمني وان شاء الله موفقين محب الناس الوزيط اقدر اقدر نازم اهلا سهلا فيك اهلا اول اشكر باسم كنار تي في انا بشكرك جزيلا على تشريفك لنا في هذه الحلقة على المعلومات اللي اعطيتنا اياها للجمهور بشكر الجمهور اللي كان متابعنا واللي استفاد او حيستفيد من الحلقة بنذكركم انه مسار مهنة وحلقات لكم جميعا عشان تتعلموا شو المهن اللي ممكن الواحد يقدر يشتغلها في كندا في نهاية اللقاء بشكر شادي جزير الشكر على اعطاء اعطاءنا هذا الوقت بذكركم في حلقة اليوم الساعة تسعة يعني بعد ساعة من الآن مع الدكتورة ديمة سويدان عن صحة الاسنان في جمال الصحة فكونوا معنا وإلى لقاء قريب الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله شكرا